بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد استكمالا لما بدأناه في محاضرة سابقة نتحدث اليوم عن تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري وعندما نتحدث عن نطاق تطبيق القانون التجاري نجد أن هناك نظرية النظرية الأولى وهي ما تسمى بالنظرية الشخصية أو الزاتية والنظرية الثانية وهي ما تسمى بالنظرية الموضوعية أو المادية فما هو فحوى النظرية الأولى وهي النظرية الشخصية أو الزاتية النظرية الشخصية أو الزاتية ترى أن محل تركيز القانون التجاري هو شخص التاجر فالقانون التجاري هو قانون طائفة التجار لذلك وضع القانون التجاري ليحكم نشاط هؤلاء هذه الطائفة لذلك تنادي هذه النظرية بأن يحدد نطاق تطبيق القانون التجاري على محترف التجارة وبذلك لا يطبق إلا على التجار بصرف النظر عن الأعمال التي يقومون بها فالقانون التجاري يوضع على نشاط التجار وتطبق هذه النظرية في كل من ألمانيا وسويسرا وإيطاليا لكن هذه النظرية مع أنها أصابت لبة الحقيقة إلا أنها لها عيوب فمن عيوب هذه النظرية أن ليس كل ما يقوم به التجار عمليات تجارية فالتجار يقومون بأعمال تجارية كما يقومون بأعمال مدنية ولذلك تقضع الأعمال التجارية التي يقوم بأت تجار لطبق عليها قواعد القانون التجاري أما الأعمال المدنية فتطبق عليها قواعد القانون المدنية لذلك لا نستطيع أن نأخذ بهذه النظرية على إطلاقها فهذه النظرية تؤدي إلى تضييق نطاق القانون التجاري فلا يطبق على غير التجار وهذا أمر لا يمكن التسليم به كذلك صعوبة تحديد الحرف التجارية وعدم إمكانية التنبؤ بالحرف التجارية المستقبلية فالحياة التجارية حياة سريعة دائما تطالعنا بعمليات تجارية جديدة لم تكن معروفة منذ قبل ولذلك تكون هذه النظرية قاصرة عن التطبيق في مثل هذه العمليات التي تستجد كذلك النظرية لم تشتمل أو لم توضح لنا ما هو المقصود بالحرف التجارية حيث أن هذه النظرية تكون سليمة بالنسبة للأعمال التجارية الأصلية سواء كانت منفردة أو على سبيل المقاولة لكنها لا تستطيع أن تفسر لنا كيف يطبق القانون التجاري على العمليات التجارية المختلطة أو على العمليات التجارية التبعية كذلك ليست كل أعمال التجار ذات طبيعة تجارية فإذا اشترت تاجر لحوم أو خضروات لاستخدامه الشخصي هو أهل بيته فإن مثل هذه العمليات تعتبر عمليات مدنية كذلك إذا اشترت تاجر سيارة لاستخدامه الشخصي هو أهل بيته فمثل هذا العمل يعتبر عملا مدنيا بالرغم من أن هذه النظرية تطبق علي أحكام القانون التجاري لكل هذه العيوب السابقة لقى فريق من فقهاء القانون التجاري إلى نظرية أخرى وهي ما تسمى بالنظرية الموضوعية أو المادية فما فحوى هذه النظرية؟ تركز النظرية الموضوعية أو المادية على الأعمال التجارية كمعيار للتفرقة فطبيعة الأعمال هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق بصرف النظر عن القائم بهذه الأعمال فهذه النظرية تنظر إلى العمل التجاري وليس إلى شخص التاجر فتقول أن محور اهتمام القانون التجاري هو العمل التجاري موضوع العمل التجاري وليس شخص التاجر وتطبق هذه النظرية في كل من فرنسا والسعودية ومصر والدول العربية ولكن النظام السعودي لا يأخذ بهذه النظرية بمفردها فإذا نظرنا في نظام المحكمة التجارية نجد أنه اعتمد على هذه النظرية حينما حدد نطاق تطبيق القانون التجاري على الأعمال التجارية حينما عددها في المدة 2 من نظام المحكمة التجارية فعدد الأعمال التجارية المنفردة ثم بدأ يعدد في الأعمال التجارية على سبيل المقاولة لكننا نجد في مواد أخرى أنه أخذ بالنظرية المادية حينما حدد العمل التجاري التبعي بأنه هو الذي يقوم به التاجر لتزديد حاجات تجارته فمثل هذه النظرية تطبق في المملكة العربية السعودية لكنها لا تأخذ بها على عواهلها ولكن هذه النظرية بالرغم من أنها أصابت لب الحقيقة أيضا إلا أن لها عيوب فعيوب هذه النظرية صعوبة تحديد وحصر الأعمال التجارية فالأعمال التجارية لا تقع تحت حصر كل يوم تطالعنا الحياة التجارية بعمليات تجارية جديدة لم تكن معلومة منذ قبل هذا أمر الأمر الثاني أنها لم تحدد الأعمال التجارية بقصد تحقيق الربح الخلاصة الأفضل هو عدم التقيد بنظرية بحد ذاتها فالقانون المدني يسري على الأعمال المدنية التي يقوم بها التاجر بينما تخضع أعمال التجارية للقانون التجاري كما يسري تطبيق القانون التجاري على الأعمال التي يباشرها التاجر على سبيل الاحتراف حتى لو لم ينص القانون التجاري على تجارية هذه الأعمال ترجمة نانسي قنقر